موسيقى مشاهدين أبناؤنا هم نعم التي أنعمها الله علينا وهي الأمانة في أعناقنا علينا رعايتها لكن من المؤسف أن هناك بعض الآباء الذين يميزون بين أبناؤهم ويفرقون فيما بينهم في المعاملة والمحبة والرعاية وأيضا الاهتمام فما السمب الذي يجعل بعض الآباء يفعلون ذلك وما هي آثار هذا السلوك على الأبناء والهناك الحلول لهذه المشكلة التربوية للأسف ماروة احنا خلطنا الكثير من الأطفال والأشخاص في حياتنا عرفنا من خلال المشاكل التي قد يعانون منها أن هناك سبب التفرقة في المنزل وأن بعض الآباء يحبون الأطفال الآخرين أكثر من هؤلاء وبعضهم يمكن حمدة في العمل من الأشخاص المؤذين جدا لأن عانوا بطفولتهم من هذا الموضوع وشاهديننا بالناقش أكثر كل هذه التساؤلات مع ضيفتنا في الستيديو الأستاذة فاطمة الشهياري مستشارة أسرية صباح تورد وسعادة وإيجابية صباح النور والسرور أسعد الله وقاتكم بكل خير وقاتكم يا رب بداية أستاذة فاطمة يعني موضوع التفرقة والتمييز بين الأخوة وبين الأبناء هو موضوع موجود فعلا ولكن ما هو السبب وراء ذلك برأيك؟ أولا بالنسبة للتفرقة بين الأبناء موجودة في كل الأسر سواء كانت خليجية أجنبية أو غيرها الأسباب كثيرة ومتعدهدة ممكن تكون هذه الأسباب من باب المحبة وممكن تكون هذه الأسباب من باب البغض أو الكرة يعني الأب إذا كان عدنا إحنا يحب زوجته بشكل كبير وطلع البيبي هذا أين كان ترتيبة كوبي بيست من الأم هذا عشقه فهو المميز بالنسبة له هذا إذا كان بالنوع الإيجابي وإحنا عدنا دائما متداول عدنا آخر العنقود آخر العنقود خلاص صحيح هذا مرفوع عن الأقلام يعني لازم كل الطلبات عنده مجابة فعدنا اللي هي آخر العنقود عدنا اللي إذا كان فيه شبه والشبه هذا الأب يحبه سواء كان من الزوجة سواء كان يمثله كشكل يمثل شخصيته في تعامله فيكون مفضل طلباته أوامل عند الأم عند الأب عند الأب نفسه نعم والأم تلاقي يمكن بالعكس حتى الأب أو الأم لثنينة ممكن يكرهوا الشخص أو الطفل للأسف لقلة الوعي هذا بسبب والأسف هذا حالات موجودة بسبب هذا الطفل أنه معاق أو من أصحاب الهمم أو غير مكتمل كنمو طبيعي بس هذا يستحق الإهتمام أستاذ فاطمة وما يجب أن نحن نزعل لأنه مهتمين فيه في المنزل هذا ولكن للأسف فيه ظواهر تظهر أنه إذا كان يعيقهم عن الحركة وعن الطلعة وعن هذا وأنه عندكم ولد بهالطريقة فيه ناس تفكيرهم على حسب البيئة اللي ربوا فيها تختلف اختلاف نهائي عن الجيل أو حتى الزمن اللي إحنا فيه التطور الفكري والازدهار العمراني والاقتصادي هذا أبداً ما يأثر فيه عقليتهم كتفكير فيه بعد ممكن أنا أكره واحد من الأطفال لسبب ألا وهو إذا كان الشخص هذا يشبه واحد من أهله من عمومته من خواله وأنا هذا الإنسان بيني وبينه عداوزين شو ذنب الياهل صحيح ممكن هذه الأمور الفروقات الإيجابية والسلبية تكون موجودة دائماً هي في كل البيوت صحيح أستاذ فاطمة فكرة التمييز بين الأبناء قد تخلق فيهم سلوكيات خاطئة أو بعض الصفات السيئة في شخصية هذا الطفل ذكرينها بس ما هي الصفات اللي للأسف من الممكن أن يكتسبها الأطفال نتيجة التمييز بينهم إحنا نتطرق لهذا السؤال إذا بنقول الصفات اللي بيكتسبها تترتب عليها آثار ولكن الصفات الأطفال نفسهم عند بعض يكون في بينهم بين بعض حقد وغل بغض يعني في ضغينة في كره لدرجة أن خاطرهم يئذوا هذا الشخص في دراسته في تعامل يحاول يشوه سمعته شوه صورته قدام أبو قدام أمه قدام ربعه علشان هم ما حصلوا الاهتمام نفسه اللي محصل لنا ولدهم أو أخوهم الثاني غير الحقد والضغينة الشخص هذا للأسف مع الأيام حتى في مجال عمله مستحيل يكون إنسان نافع لنفسه في البداية عشان ينفع هذا مجتمعه وينفع أهله فبيكون هذه موروث داخلي وإحساس بفجوة كبيرة ونقص أكبر أن يطلع هذا في إنتاجه لأعياله لأطفاله في تربيته بيطلع كل المخزون السلبي فيهمهم صحيح نعم صحيح أستاذة فاطمة في بعض الأحيان الأمهات يميزون بين الأبناء إذا كان ابنها مريض ويقال بأن المريض حتى يشفى والغاب الأبن الغائب حتى يعود يعني إذا كان في خلينا نقول تمييز إذا كان مريض أو إذا كان غائب هل بهذا الموضوع أيضا يصبح أو تتولد الغيرة عند الأبناء أو أنه ممكن يعذرون الأم بأن هذا الطفل مريض أو هذا الأبن مريض وهذا مسافر وغير موجود أمامها هذه المشكلات وهذه أمور للأسف تحصل في أغلب الأسر ويمكن من الأسر القريبة عندنا نحن نواجه هذا الشيء ليش؟ لأن الأطفال أو الأسرة نفسها على حسب التربية والبيئة على حسب التعامل أحياناً يكون الأب والأم مش مقصرين عادلين وسويين يطلع شخص منهم حتى لو كان مش مدلل أو مميز أو محبوب لدل ولكن مثل ما قلت إذا كان مسافر غائب أو مريض ينصب كل الاهتمام في العائلة أو في الأطراف المجاورة لهذا الشخص فبعض الأشخاص اللي ممكن يضايقهم الأشخاص اللي ما حصلوا هذا الاهتمام اللي هو حصل حتى يوصل لدرجة أنه يتمنى يكون هو في مكان هذا الشخص الغائب أو المريض عشان يلاقي نفس الاهتمام والرعاية اللي يوصلها بس هو يعتبر من أسباب الغيرة والحقد إذا كان فيه نقص فيه تربيته فيه نقص فيه حالته النفسية الفجوة الداخلية لدى الطفل تكونت وتصار فيها هذه النقص اللي ما امتلى ما امتلى عاطفيا كاهتمام كرعاية يعني غمر بالمحبة بالاهتمام والرعاية بالمداراة نحن نقول عنها مداراة نعم أيضا أستاذة فاطمة علاقاتنا مع الآخرين بشكل عام تكون مثل الأخذ والعطاء إذا أنا عطيت الاهتمام أكيد رح يرد نفس الاهتمام لي كل علاقاتنا متبادلة ولكن في علاقة الأب والأبناء إذا صار في فكرة التمييز بينهم هل هذا رح يؤثر على أعطاء الأبناء للآباء هل يؤثر على فكرة بر الوالدين مثلا مليون بالمئة بالأسف يعني في حالات توصل أن عقوق الوالدين يكون شيء بالنسبة للشخص ما بيقول لش المصاب ولكن الشخص اللي ما لاقى الاهتمام نفسه اللي حصله الباقيين أو حصله شخص معين فالعقوق بالنسبة له هذا شيء عادي وبيقول كرد فاقد الشيء لا يعطيه مع أنه هذه القاعدة جدا خطأ لأنه فاقد الشيء يحاول يعوض الشخص أو الطرف الآخر أو يعوض نفسه باللي يقدر يعطيه صحيح هنا أستاذ فاطمة في بعض الأحيان دوم يعني فيه أشخاص نعرفهم ممكن يقولون بأن أفسدني أمي وأفسدني أبي بسبب يمكن كثرة الاهتمام والدلال لهذا الطفل وكل شيء مميز حق هذا الطفل يتم حياته كلها يدور أو تدور البنت على شريك حياة كاهتمام والديها ويمكن ما تلقى خبريننا أكثر عن كيف من الممكن الأب والأم يكونوا يهتمون بأطفالهم ويخافون على أطفالهم ولكن بالحد الذي لا يؤذيهم شوفي إحنا في البداية قبل ما نتطرق لما الموضوع أنه عندنا أطفال عندنا أسرة نتكلم أن أنا كزوج أو شخص أنا أنوي الزواج هذه كمقدمة وفي البداية أنا لازم يكون عندي دراية أحضر محاضرات وورش تدريبية وإحنا إن شاء الله البرنامج هذا يهدف إلى المقبلين على الزواج والمتزوجين المقبلين على الزواج ليس بشرط يكونوا خاطبين مرتبطين بشكل رسمي ولكن مقبلين ترابيهم يوم ويقبلوا على الزواج أو يتزوجوا من عمر 16 فما فوق لابد أنهم يكون عندهم دراية إحنا مشكلتنا إحنا ما نهيئ إحنا ما نهيئ الجيل أو الأطفال أو المستقبل اللي قدامنا اللي هم عيالنا لمخاطر المستقبل أو مخاطر التكنولوجيا أو مخاطر الدلال المفرط كيف نقدر نتحاشى الأب والأم بطبيعة الحال والطبيعة الفطرية كوالدين الاهتمام والرعاية والحنان والمحبة يكون هذا شيء أساسي شيء معروف طبيعي فيهم ولكن للأسف عندنا الاهتمام الزائد والدلال قد يضع هذا الشخص خصوصا إذا كان هذا الولد أو البنت وحيدهم محط اهتمام وانتباه ورعاية هذه العائلة ويمكن بالنسبة له كتخيل داخلي أنا أنا الأفضل والأحسن أنا ومن بعد الطوفان فإذا في مجال أني أنا أتزوج لازم يكون نفس صفات الأب والأم وغيرها الدور هنا يكون مترتب على الأم وعلى الأب في تحديد أولويات يعني أنا صادفتني عفوا حالة الأب يتكلم فيها ويقول إحنا نعاني من الولد مش البنت لأنه كثير الدلال ومستحيل يفارق أمه مع أنه عمره 27 سنة عادي بالليل يدق عليهم الباب أنه خلي أمي تنام عندي في الحجرة أنا خايف آن 27 سنة 27 سنة وريال يعني إذا شفتي تستغربي ويقول لش الشخص يقول لش نفسه فعلا لأني أمي ولا يوم خلتني أنام بروحي صحيح يعني يمكن أثرت عليه سلبا صعب أنه يلقى شريكة حياة وصعب أنه يتخذ قرار وصعب أنه يمارس حياته بشكل طبيعي دون وجود أمه ودون خلينا نقول سؤال أمه أنا شو أسوي يعني المفروض كل شي من بعد شار أمه آه هذه الحالات وبعد تطرق لي في حالات ثانية صعبة توصل لمراحل الطلاق والانفصال من الزوجين بسبب تدخل الأم أو بسبب حتى عدم تدخلها ولكن عدم وجودها في حياتهم في عقل الباطن وأنه لازم تكون موجودة تزوجت أو غيرها فأحنا من البداية من أول ما يكون الطفل وإحنا لازم يكون عندنا علم وتأكيد أنه الشخص والطفل من أول ما يوصل عمره سنتين عقليته في السنتين تعتبر كتصنيف العلماء هذا من العلماء والمبتكرين والمبدعين ليش؟ لأن الطفل يلاقي القدوة أمامه اللي هو الأب أو الأم يقتدي فيهم في التصرفات في التعامل حتى في الكلام حتى طريقة الأكل حتى طريقة القعدة وما إلى ذلك فدور الأب والأم هنا دام إحنا الأساس إحنا القدوة لازم نخليهم يعتمدوا على نفسهم الاعتماد على النفس الثقة بالنفس تعطيه حرية الاختيار تعطيه حرية القرار ومن بعدها مرة مرتين ثلاث ولكن في الثالثة تتحمل نتيجة قرارك صحيح سواء كان إجاب أو سل فإحنا في مواصفات لابد الأب والأم يتخذوها بشكل سليم المكافأة والعقاب لابد تكون موجودة في الحياة لا تقول لي والله إحنا مش متحجري وإحنا ما نضر إحنا ما نتلجأ لموضوع الضرب ولكن في أمور أنا أنجزت شيء معين وهذا من أطفال العنيدين والمدللين كثيرا إذا أنجزت هذا الشيء إحنا بنكافأك بشيء هو يحبه فبيكافؤوا هذا يعطي دافع تشجيع تحفيز في بعد أثر المدح والثناء وهذه إحنا نسميها المقارنة إذا كانت المقارنة موجودة باستمرار وبتكرار كثير وفي حياة الشخص نفسه للأسف ما بيكون الشخص سوي إلى حد كبير حتى المقارنة بتوصل بعد ما يروح المدرسة وبيتزوج وبيتأهل بيكون نفس الشيء المقارنة موجودة لأن المقارنة استخدمت بطريقة سلبية مش إيجابية أحيانا الإنسان يستخدم المقارنة في الأمور الإيجابية لتغيير الشخص للأفضل ولكن أحيانا بنسبة 90% المقارنة تكون مش في صالح الشخص تكون خلاص نقول هنا دقنا قوصل الخطر فعليا لازم الواحد يفكر كيف نقلب هذه المقارنة بشكل إيجابي بدلا من يكون سلبي صحيح طبعا أستاذة فاطمة مستشارة أو سرينة نود حقيقة على أن نشكر على المعلومات التي زودتها لنا وشكرا أنتواجدت اليوم معنا شكرا شكرا شكرا